بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وقد تحدثت معكم قبل ذلك عن أسماء الله الحسنى واليوم إن شاء الله نعيش مع أنوار وأسرار اسم الله المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون المهيمن جاء في القرآن في مرة واحدة في هذا الموضع في خواتيم سورة الحشر والمهيمن أصله المؤيمن بهمزة ثم حذفت الهمزة للتخفيف فصار الاسم المهيمن والمهيمن معناه المسيطر معناه الغالب معناه الذي أحاط بكل شيء علما الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن لو كان كيف يكون لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إن أردت أن تعرف أسرار اسم الله المهيمن فاقرأ هذه الآيات الكريمات من صورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فالمهيمن مأخوذ من هيمن يهيمن هيمنة بمعنى سيطار يسيطر سيطارة الله مسيطر على هذا الكون مهيمن بقوته على هذا الكون بيده أرزاق العباد ويعلم أعمال العباد ويطلع على آجال العباد وبيده أقوات الخلق جميعاً لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يبتلي المعافى ويعافي المبتلى يفقر الغني ويغني الفقير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير عندما تجد إنساناً كان في الأصل فقير ثم أغناه الله جل وعلا فاعلم أن الله تجلى عليه باسمه المهيم فأعطاه شيئاً من ملكه ومن ماله ومن رزقه ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب أذكر مولاك جل وعلا باسمه المهيم وتبتل إليه وتضرع إليه بأنوار وأسرار هذا الاسم المبارك لأن لكل اسم من أسماء الله جل وعلا أسرار وأنوار توسل إلى الله بأسمائه وتضرع إليه بصفاته وناجه في ظلام الليل الحالك وقل يا ربي تجلى علي بأنوار أسرارك وأسمائك الحسنى كما علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله بالأسماء الحسنى ونقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسأله جل وعلا أن يتجلى علينا وعليكم بأنوار وأسرار اسمه المهيم وأن يأخذ بتلابيب قلوبنا لما يرضيه عنا اللهم أمين يا رب العالمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته